طيب هنروح لرجال كرة طائرة رجال بقاعدة كانت المحمد بصالح ميدو نستعد لمباراة الترسانة في الجولة الرابعة طيب يعني ليه الجولة التالتة ما تعلقيتش جولة التالتة تأجرت كانت مباراة بتوجيت وهيتحدد معادها ان شاء الله لاحقا مباراة الترسانة القادمة هتكون الساعة 8 بالليل يوم الثلاثاء القادم على صالة الأميرة عبدالله الفيصل بأهل الجزيرة طبعا فرقتنا كانت كسمة الجولة الأولى والتانية اللي هم مع بانها ومصر البترول بنفس النتيجة 3-0 وتأجل مطشنا مع بترسانة زي ما قلت حضراتكم وهتحدد معاه التاني فرقة مش بشكل كويس بالمناسبة طبعا خبر يفرح الجماهير الحمد لله البطاقة الدولية للمحترف لويجيا المحترف الإيطالي وصلت الحمد لله النادي الأهلي وهو جاهز للمشاركة طب تأخير البطاقة الدولية ليست من النادي الأهلي ولكن هي إجراءات دولية بتبعت التحاد الدولي بتبعت الاتحاد الإيطالي يعني لفة كده اتأخرت شوية خاصة إن احنا قعدنا الغطفات وقت متأخر مش عارفين الدولي هيبتدي أمتى فالبطاقة يعني الدولية وصلت خلاص إن شاء الله وهو جاهز للمشاركة لعب مهم جدا أتصور إنه هيكون إضافة جيدة ومهم جدا إنه ياخد تأكد أربع مطشاط من المطشاط اللي هي لسه يعني حنينة شوية عشان يخش على الجد يبقى إن شاء الله خد الاحتكاك الجيد بإذن الله والهارموني مع الفريق كل التوفيق لكابتن محمد بصالح حميدو واللاعبين بأمر الله